يعني فيه اقتصاد يعني فيه رياضة يعني فيه انتعاشة في البلد يعني فيه كل حاجة ولن تعود كل هذه الأشياء إلا بهبة الدولة وهبة الدولة تتمثل في السيد وزير الداخلية ورجال الداخلية الشرفاء اللي ضحوا بدماءهم في سبيل هذا الوطن طيب يعني أنا عايزة أوبسه قبل ما أطلع فاصل عنه يا عبد الناصر أمال الستاشر اللي ماتوا على حدوده اللي يبقوا إيه الستاشر عسكري مصري اللي ماتوا على الحدود دول يبقوا إيه شو هده ولا الربعة شو هده أيهم أرقى عند ربنا سبحانه وتعالى اللي راح يكسر ويشتم ولا راح بيقف بيدافع عن حدود بلده اتقوا الله في مصر أطلع فاصل رجع لك تاني اللي احنا فاخدنانا في بورس عيد اتصلوا بينا ألا ما أقصد أي شيء دول ولدنا ودول ولدنا يمكن هناك فرق ما بين أم حزينة على ابنها وهو راح يتفرج على مات شكورة ومستنيه آخر النهار عشان ييجي وهناك فرق ما بين أم أو أب أو أخ أو أخت ابنها أو جزها أو أخوها على الحدود بيدافع عن مصر يعني هذه الأم ابنها شهيد وهذه الأم ابنها شهيد وكلهم أولدنا لأنا عايز أقوله أنه كنت أتمنى لو الألطرس طلع وقالوا أن احنا هنستنى لما نعرف من اللي قتل شهداءنا على الحدود لأن ده عدو لكن اللي قتل أولدنا في مصر مصري وهذا الفرق ما بين الاتنين اللي أنا بقصده لكن لما يبقى من العدو ده شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى والأم بتفرح والأب بيفرح أن ابنها شهيد بهذه المهمة الوطنية ويفتخر بيها لكن اللي راح ابنها عنده خمستاشر سنة وستاشر سنة راح يتفرج على مات شكورة ويرجع لها جثة هامدة الله يكون فعونها الله يكون فعونها يعني يعني لكن نحتسبه عند الله إن شاء الله وربنا يتولى برحمته عندنا 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 انتخابات المنصورة وعايزيني كابتن حسن شحاتها بس أبو علي يرد على التليفون لأن هناك مشكلة